نادر لو قلت لك أبرز عيوب النادي الإسماعيل للموسم اللي فات والمواسم اللي قابليها ممكن تلخصها في نقطة إيه؟ أنا ممكن أكلمك عن الموسم اللي فات اللي أنا كنت متواجد فيه يعني هو كان بيقابلنا سوق تقوفيق غير طبيعي يعني بعض المتشاط إحنا مفوض إن إحنا كنا نطلع بنتيجة أحسن من اللي حيات تطلع بها فيعني ده ده الحاجة اللي كانت عاملة تأثير سلب علينا السنة اللي فاتت يعني لو كانت دي زبطت شوية كنا فنشنا فيها يلا أثرت معنا في آخر الدور اللي إحنا كنا عاديين عايزين نكسب ماتش طب ليه؟ وإحنا أصلا بنبقى 90% من المتشاط بنبقى إحنا اللي كويسين بنجي نخسر مثلا في الديها 90 بس من ناحية يلا أثرت علينا في الدور كابتن هاب عمل معنا ده كويس كنا شغلينه في شكل كويس لحد ما جاءت بقى الأمور في الآخر ما مشيتش كويس إيه المتشاط يعني مثلا لو أتكلمنا عن الموسم اللي فاتت إيه المتشاط اللي هي كان المفروض يعني الإسماعيل كان قاب قوسين أو أدنين هي نوة يفوز بالنقاط الثلاث والمتشاط ديانة اللي حصل عكس سير المباراة وحصل دروب مثلا ماتش الزمالك اتنين واحد لا فيه ماتشاط كتير يعني فيه ماتشاط الجيش خسرنا في آخر ديئة وماتش فاركو برضو خسرنا في آخر ديئة غير بقى ماتشاط يعني سوء التوفير اللي بقولك حضرتك عليه يعني ماتشاط أهلي وماتشاط زمالك الدور الأول والدور الثاني ففيه ماتشاط كتير جدا يعني لو عدنا نرجعها مع بعض هتلاقي ماتشاط كتير أول راحت من الناس نخسر بنات بنسأل نفسنا كده بنجي في قط لبس بنسأل ازاي احنا بنخسر بنات دي معنى بنبقى بالحصيات احنا احسن في كل حاجة